الحمد لله والسلام على رسول الله وبعد حياكم الله أيها الأحبة الكرام ونتابع دورة المتشابهات وهي شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ وصلنا بفضل الله عز وجل ومنتي وكرمي وتثبيتي إلى بند رقم 51 قوله جل وعلا ألم تعلم أن الله الموضع أيها الأحبة جاء في القرآن الكريم أربع مرات وهذه هي المواضع اثنين في البكرة واحد في المائدة واحد في الحج الموضع الأول بداية الرابع ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الموضع الثاني في البكرة في الآية اللي بعدها على طول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الموضع الثالث في سورة المائدة على رقم 40 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء الموضع الرابع والأخير أي سبعين في سورة الحجة ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك عن الله يسير ربقى دولت أربع موضع موضعين وراء بعض في البكرة وموضع في المائدة وموضع في الحج طيب ننتبه أنا دايما بنصح نفسي وبنصح أحبابي وطلابي بقوله خلي بالك للي جاء بعدها على طول إيه يعني مثلا إن ألم تعلم أن الله عال التاني ألم تعلم أن الله له عشان ممكن أنت بتكرأ بدل ما تقول علي تروجع أي له وتلاقي نفسك إيه يعني حصل عندك إشكال في التلاوة ورحت في مكان تاني خالص يبقى ألم تعلم أن الله على كل شيء كتير التاني ألم تعلم أن الله له ملك السموات التالت ألم تعلم أن الله له ملك السموات أخلي بالك بقى الموضع التاني في البكرة والموضع المائدة أكثر تشابه ازاي هنا له ملك السماوات والارض وبرضو هناك في المائدة نفسها نفس الكلام يبقى تعمل ايه انتبه للإجابة بعدها هنا وما لكم في البقرة انما في المائدة يعذبوا انا بضبطها لنفسي ازاي بقول هنا في وقف في صورة البقرة يبقى الموضع اللي فيه وقف اللي وقلي كلمة وقلي هذه في المصحف في علامات الوقف ومعناها يعني ايه الوقف او لا مع جواز الوصل يبقى دي تذكرني اللي فيها علامة الوقف يبقى بعدها ايه وما لكم من دون الله انما اللي مفهاش علامة الوقف والارض يعذبوا مية شاء ويغفروا لمية شاء وننتبه لموضع الحج طيب يبقى اذا هذه اربع مواضع وهذه المواضع ايه الاحبة يعني بالمقصود اية البقرة يعني اما علمت ايها النبي ركز معاي وانظر في الايات اما علمت ايها النبي انت وامتك ان الله تعالى هو المالك المتصرف في السماوات والارض سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويأمر عباده وينهاهم كيفما شاء وعليهم الطاعة والقبول وليعلم من عصى ان ليس لأحد من دون الله عز وجل من ولي يتولاهم ولا نصير يمنعه من عذاب الله اما اية المائدة الم تعلم ايها الرسول ان الله سبحانه وتعالى خالق الكون ومذبر ومالكه وانه تعالى الفعال لما يريد يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وهو على كل شيء قدير ننتقل للبند رقم 52 قوله جل وعلا لو يردونكم او لو يضلونكم عشان تنتبه لهذه المواضيع في البقرة اية 109 ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا اما في اية العمران ود الطائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون طيب هتضبط المواضيع دي ازاي شوف الشيخ رحمه الله كتب في الكتاب فقال نلاحظ ان الاية في صورة البقرة ود كثير بها حرف الكاف يبقى انت هتربط الكاف مع الكاف يعني الكاف دهية لو يردونكم هنا في هنا ود كثير ربط الكاف دهية تذكرك ان هذية لو ايه يردونكم وليس يضلونكم طيب اما الاية في صورة الى عمران ود الطائفة وبها حرف الطائفة حرف الطائفة في كلمة ايه طائفة فوردت كلمة لو يضلونكم التي بها حرف الضاد المتقارب مع حرف الطائفة معروف انها من حرف الايه الاستعلاء يبقى لو يضلونكم وكذلك انا اضيف على كلام الشيخ رحمه الله كلمة يضلون برضو فيها حرف الضاد يذكرك بكلمة ايه يضلونكم وتربط برضو كذلك مع حرف الطاء منهن فالامر سهل ويسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه ان شاء الله تبارك وتعالى اما في اسرار التكرار ايها الاحبة في قولي جل وعلا ود الطائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون والايات تاعة البكرة في اية البكرة حسدا من عند انفسهم جابع ذا يعني والحسد المحرم طبعا وتمنى زوال نعمة الغير والحسد يعني لا يرضي الا زوال النعم ولذلك تمنوا كفر المسلمين في اية البكرة واما آت الى عمران حول كيد اهل الكتاب لاضلال المؤمنين بالقاء الشبهات لهم قال تعالى وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يعني حيثوا استحقوا العقابة استحقوا العقابة على قصدهم اضلال الغير وهو كقولي تبارك وتعالى ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم انتهى ننتقل الى بند رقم 53 قوله جل وعلا ما في السماوات والارض والتانية ما في السماوات وما في الارض دي بقى تعمل اشكال كبير كبير عند كثير من الطلاب في اية البكرة اية 16 قال تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الله ولداء سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون كل ما جاء في سورة البكرة والعمران والنساء والمئدة له ما في السماوات وما في الارض ما عدا موضعين جاء فيهما له ما في السماوات والارض الاية 116 من سورة البكرة المذكورة يعني هنديات والاية رقم 170 من سورة النساء المذكورة بعد قوله جل وعلا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله علي من حكيمة هذا ما يخص عنوان الباب ما في السماوات وهذا البيان المذكور حتى سورة المائدة كما اوضح الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى اذا ننتبه ايها الاحبة لهذه المواضع وطبعا القارئ يعني يكثر من التكرار حتى تثبت لدي هذه الامور ان شاء الله تبارك وتعالى لكن انا عندي ضابط جميل ايها الاحبة المواضع اللي فيها زيادة وما في الارض اعمل اشارة كده واشير الى الارض في اسناء التلاو هذا يذكرك ان شاء الله تبارك وتعالى في اسناء الحفظ تيجي كل ما تكره الاية تفتكر حتلاقي ايها بتتحرك معاك كده يعني تلكائيا مع الاية الكريمة تعرف ان دي فيها زيادة ايه وما في الارض والله اعلم بند رقم 54 قوله جل وعلا وقاله اتخذ الرحمن ولده او وقاله اتخذ الله ولدي الله او الرحمن في البكرة ايه 16 قال جل وعلا وقاله اتخذ الله ولده سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون في سورة يونس ايه 68 قال جل وعلا قاله اتخذ الله ولده وخلي بالك ديات مفاش واو الاولانية في واو انما دي مفاش ايه واو سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض سورة مريم آية ثمانية وثمانين قال جل وعلا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولداء حشل الله تبارك وتعالى تنزل الله تبارك وتعالى آية الأنبياء ستة وعشرين وقالوا اتخذ الرحمن ولداء سبحانه بل عباد مكرمون يقول الشيخ رحمه الله في البقرة ويونس قالوا اتخذ الله ولد يعني من غير واما أما في مريم والانبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولداء من تاني البقرة ويونس قالوا اتخذ الله ولداء مريم والانبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولداء تنتبه وتحفظ هذا المواضع إن شاء الله جل وعلا وخلي بالك بترتيب المصحف يعني تلاقي البقرة بعدها يونس في الترتيب يعني مش بعدها وراها على طول يعني طبعا معلوم بعدها الأمران والنساء والمئذة لكن في الترتيب يونس طبعا قبل سورة مريم ثم سورة الأنبياء فهتلاقي الموضعين في البداية وقالوا اتخذ الله وقالوا اتخذ الله إنما بعد كده في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولده وكذلك في الأنبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولد وانتبه إن اللي جاء فيها اسم الرحمن سبحانه جل وعلا جاء فيها إضافة الواو كذلك في سورة مريم جاء فيها إضافة الواو تمام ننتبه إن شاء الله تبارك وتعالى لهذه المواضع وهي سهلة ويسيرة إن شاء الله تبارك وتعالى البند الأخير من درس اليوم هو بند رقم 55 قوله جل وعلا بديع السماوات والأرض وإذا قضى أو أن يكون عشان تنتبه لما يأتي بعد قوله جل وعلا بديع السماوات والأرض نجد في البقرة أيام 117 قال جل وعلا بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون في سورة الأنعام أيام واحد بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة قال الشيخ رحمه الله في سورة البقرة والتي في اسمها حرف القاف جاء وإذا قضى يعني بحرف القاف أيضا أما في سورة الأنعام والتي في اسمها حرف النون جاء أن يكون له ولد ننتبه إن شاء الله تبارك وتعالى لهذه المواد من تاني سورة البقرة والتي في اسمها حرف القاف البقرة فيها حرف القاف البقرة تمام يبقى هذا الضبط باسم السورة والتي في اسمها حرف القاف جاء وإذا قضى قضى تمام إنما في سورة الأنعام والتي في اسمها حرف النون اللي قبل حرف العين هنا جاء أن يكون له ولد يبقى تضبط المواضع هذه المواضع تضبط إيه مع اسم إيه السورة كما تبين معنا في هذه البنود أيها الأحبة إن شاء الله تبارك وتعالى أنا يعني يسرت عليكم في المتابعة أن نكتب فقط يعني إيه تم الاستماع تم الاستماع وأنتم عليكم المذكرة إن شاء الله تبارك وتعالى أنا أعلم أنكم في هذا الشهر المبارك يعني يعني مشغولين شيء ما لذلك يعني أنا أحببت وألا أضع واجبعت وإطمئن إن شاء الله الاختبارات ستكون سهلة ويسيرة أيسر مما تتصوروا إن شاء الله جل وعلا هذا والحمد لله رب العالمين